اهلا بكم من جديد كاشفا عن نية الهيئة تعيين شركة استشارية للتأكد من سلامة الطاقة الشمسية للشبكة الكهربائية ومدى تجانسها مع الطاقة المتوفرة عن طريق الغاز كما هو معمول به حاليا كما أكد الوزير ميرزا على أهمية التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة بما يساند سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار واستخدامات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وحكومة مملكة البحرين بادرت في هذا الخصوص بإنشاء وحدة الطاقة المستدامة ووحدة الطاقة المستدامة تهدف إلى التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة وكذلك على كفاءة استخدام الطاقة أي استدامة الطاقة ولهذا الغرض تم عداد خطتين وطنيتين الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة هذه الندوة الدولية في الطاقة المتجددة والمباني المستدامة من الأمور المهمة جدا لجميع منطقة الخليج العربي فلذا نشوف قضية الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وفي نفس الوقت طاقة مجانية وضعت في استراتيجيات الدول كلها في الفيجين 20-30 أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عدم حاجة العمل المصرفي في المملكة إلى تشريع خاص وقد شدد محافظ مصرف البحرين المركزي للنشرة الاقتصادية على أن التنظيمات الصادرة للصيرفة الإسلامية تلبي جميع متطلبات العاملين في الصيرفة الإسلامية وقطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة كما أكد رشيد المعراج أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة في العالم تعتمد معايير خاصة بصناعة الصيرفة الإسلامية مدعومة بعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي تأتي تصريحات محافظ مصرف البحرين المركزي بعد تزايد دعوات عدد من العاملين في صناعة الصيرفة الإسلامية بضرورة إيجاد إطار قانوني ورقابي لتطوير العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة نحن الآن كل تنظيماتنا الخاصة بالصيرفة الإسلامية تغطي جميع الأوجه المتعلقة بالممارسات والتنظيمات لهذه الصناعة وبالتالي ما أعتقد أننا ناقصنا أي فراغ تشريعي ونعتقد أن ما قاملنا به في الفترة الحالية يغطي كل احتياجاتنا إذا كان هناك حاجة إلى سد هذا الفراغ في المستقبل أكيد بطبيعة الحال بنجتهد بأننا نتواصل مع أصحاب الشأن في هذه الصناعة بنشوف شنو التنظيم المناسب له أطلق كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين محفظة مالية مشتركة بحجم 300 ألف دينار بحريني لتقديم منح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وذلك في إطار مسئولية الجهتين تجاه الدعم ومساندة القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وضمن مبادرات معالجة لمشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين وتأتي الاتفاقية لتعزيز التعاون المشترك وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشيا مع توجهات ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم والمساندة لهذه المؤسسات وتعظيم استفادة التجار من الخدمات التي تقدمها الغرفة وتمكين للقطاع الخاص وقد وقع الاتفاقية من جانب غرفة التجارة أمينها المالي عيسى عبد الرحيم الرفاعي فيما وقعها من تمكين رئيسها التنفيذي الدكتور إبراهيم محمد جناحي والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث نلاحظ مشاهدين أن جميع البورصات الخليجية أغلقت على انخفاض وكانت سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم حيث أغلقت عند مستوى 3453 نقطة بارتفاع فاق مشاهدين الواحد نقطة مئوية أما بالنسبة لأداء السوق المالي السعودية فقد أغلقت عند مستوى 7005 نقاط بانخفاض تجاوز أيضا مشاهدين النقطة مئوية ونأتي لأداء بورصة الكويت والتي أغلقت عند مستوى 6969 نقطة من خفاض تجاوز نصف نقطة مئوية ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1344 نقطة من خفاض بلغت نسبة 0.85% وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين أكثر من 2 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 449 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 78 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة أسهمه المتداول أكثر من 308 ألاف دينار أي من نسبته 69% من القيمة الإجمالية للتداول اشتركوا في القناة